النادي الاهلي بعد المباراة اليوم امام بلدية المحلة اصدر او يعني حسب مصادرنا يعني في النادي الاهلي فالاهلي بيدرس اجراء فيما يتعلق بالحالات التحكمية او يتخذ اجراء فيما يتعلق بحالات التحكمية في مباراة بلدية المحلة الاهلي بيدرس تقديم مذكرة لاتحاد الكورة ضد طاقم تحكيم مباراة البلدية واعتبر الاهلي ان الحكام موفروش الحماية الكافية للعبين خاصة في حالتين محمود كهرباء واكرم توفيق وقال مصدرنا في النادي الاهلي الرقم 10 ان الاهلي يرى انه سيخاطب اتحاد الكرة مثلما خاطبوا قبل كده عدة مرات فيما يخص الحكام وقال انه ما كانش فيه جدوى دايما لطلبات النادي الاهلي بالنسبة للحكام في اتحاد الكرة او يعني طلباته فيما يخص الحالات التحكمية وطلب اكتر من مرة النادي الاهلي بحسب مصدرنا انه يبقى حكام دوليين هما اللي بيديروا هذه المباراة لهم خبرات كبيرة في الدوري المصري طيب